إذا راد الله سبحانه وتعالى يوصل رسالة الإسلام ورسالة القرآن مرح أحد يوقفه ويوصله بأقل الطرق مهما كانوا الناس يريد يشاهون صورة الإسلام ما انتشار هذا المقطع للقارئ أو الإمام بوليد محساس الجزائر بحث صلاة التراويح والقطة هي صعدت عليه الفيديو كلكم تعرفوا وشفتوا ما كده أشرح عنه لكن الجميل بالموضوع أنه قناة CNN الأمريكية نشرت على موقعها عبر انستجرام فيديو الإمام وجاءت بعض تعليقات الغير مسلمين للناس اللي قالت لقد شعرت القطة بالهدوء القوي لا أعرف ماذا يقول لكنه جميل جدا يا الله لقد أزال كل قلقي يا لها من لحظة بهيجة أشعر بقوة تلك الصلاة مسيحية لكنني معجبة بالإسلام جدا أنا كاثوليكي لكنني معجب بالإسلام أيضا حقيقة هذا شيء كلش يعني فخور ومن أكثر الشغلات اللي دا أقرأ عنها منتشرة بالفترة الأخيرة أنه يقول لك في وصول يعني وصول عام 2060 الإسلام راح يكون الأكثر يعني انتشارا بالعالم حاليا دخلنا أمة المليار مليارين مسلم وأيضا شفنا تكريم للشيخ وليد مهساس صاحب مقطع القطة من مدير الشؤون الدينية بعد الصورة العفوية حقيقة يعني سؤالك وجاوبنيها بالتعليقات انت ذا صلي وطلعت عليك بالزونة على شذفك شنو راح تكون ردة فعلك